ويعني إيه واحدة تيجي تقولي تعالي أزبغ لك شعرك ما أنا بأزبغ لأختي الكبير الرد بيبقى عمل إزاي؟ علشان ما هيبقى أقولك مش مهم بقى لأ أنا عايزة علم النفس والسلوك المؤسسي يطلع البلدتي حالاً أرد أقول إيه هيا ترد تقولي؟ هيا ترد تقولي؟ هيا ما تشوفش وشهم أساساً ولا تروح لهم ولا تقعد معاهم وأول مر لا هترد تقولي هترد تقولي بقولهمش شكراً طيب بطريقة طليق بقفلتي بمشاني؟ نعم هم عايزينها تبقى متضايقة ومكسورة أو أي حد لو عالت صوتها ولا مفعلت ولا كسر هم عايزين يوصلوا لللبة أنت قصدك يبقى إحنا غزناها فمدلهمش لهم عايزين قلتلك يا سالي بعد ما لقوها ما بتصرفش هو قرار من اتنين يا تفضل بقى تحت رجلنا تشتغل كذا ونوفر أجرة اللي جايين يشتغلوا عندنا في البيت وتبقى هي اللي بتشتغل يا إما تتطلق وتروح ونجيب واحدة تانية تصرف فهو من أول ما هي ابتدت متصرفش وتشتكي كان هم قرار عندهم قرار من الاتنين قادي بلان طبعاً دعمين خط علي طبعاً لأن أنت جاي إحنا سبب إن إحنا جبناكي وسبب إن إحنا قلنا علشان تاخدي الجدع ده وكمان بقى تصرفي عليه وهم كمان يرتاحهم وهو كان بيخب من ماما وكان بيخب من أخواته لو ما فيهاش إساءة أدب ربهنا بالمر ما يجراش حاجة أول الله طبقى أعملتي فيهم جميل تخيلي حظهم بقى جيه غلط الناس إتن مش قادر تستحمل هي الناس دي عاملة كده لئي؟ لا بقى في مخ ولا بقى في خوف من ربنا الطمع والسواد غمع عنهم وكتم على قلوبهم خلصوا ما بقوش بني قدمين بس مش بني قدمين لدرجة إن هي تيجي تتسند عليه وهي تعبانة هي مش عايز يعني إيه؟ مش عايزها ما هو مش عايزها ده بيعمل لها كده ويقول يا رب أول ما نوصل تاخد بعضها تاخد حاجتها وتمشي لا أها ما مشيتش قاعد قصر لها البيت أنا بقول ما هي الخطة كانت كالقاتي يا تامشي ونجيب اللي يصرف يا إما تبقى تحت رجلنا بقى وتقعد وتعملها ونبهدل فيها ونمرمض فيها ونطلع فيها عقدنا نانسي بها لما قلت لكل بنت قوعي تاخدي واحد عمره ما هي تغير يعني خلي بالك وركزي في الصفات هو ما حاش بيتغير يعني تقولي مش مهم معي بوحش لا لا نتكلم على سن معين في حاجات في السلوك اللي هو السلوك السكندري أو الثانوي أو الحاجات اللي هي بتبقى مكتسبة بناء على صدمات دي ممكن تغير دي ممكن نغير فيها لأن في حاجة يعني أنت مثلا إنفة قوي يا ريهام لو مثلا جوزتي واحد وبتعرفي من فتافية العيش ممكن تتغاضي عن فتافية العيش ممكن بالبهير الثيرابي أو اللي هو العلاج السلوكي أو الدنيا تتحصل هو يتعالج ولا أنا لا أتعالج الاتنين لأن أنت لازم أنا عمل أن أنا مشواخ دبالي هو يكبر دماغ وينظف مكاني شوية كده شوية كده لغات ما الدنيا بتعادي فده بنسميه العلاج السلوكي البخيل ده ساكندري بأنه دي حاجة سنوية؟ لا 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 دي حاجة أنا دي أنا وقكتي أنا وبتاعتي أنا والاهتمام لي أنا والجوع الداخلي ما هو أنت خلاص فيه هنا حفرة حفرة لا تتميليش إزاي جوع وابقال لها هارمي بقيت الأكل بخي كل يوم وارمي بقيت الأكل عشان هو مش دفع في جنيه؟ أنت قلتين بخ لي وراسة صحيح ممكن يمشي لا هي مش وراسة بس أنت فيه ما قدرش أقول وراسة لأنه بنبقى شبه بعضي لكن لما أنت تعلمي أنه هو ده صح ويكون من شخصية أنت معجبة بيها وشايفها أنه هو مسلك الأعلى فهتلاقي أنت أوتوماتيك لإيه؟ يعني بنته مش تبقى كده طالما تربط مع مامتها وعيلة مامتها بزاك هي بتبقى المشكلة في حتة أن الأب ويطلع الأبن زي الأب أو البنت تطلع زي الأب أن هي بتبقى حتى الأب أو الأم في مكانة عالية جدا فشايفة أن كل تصرفاتهم دايما هيا لصح فبالتالي بقت هي كونديشنت زي ما بنقول أن هي تحقيقات نفسيا أو ده فهمها أو ده استعابها أو ده المنتالي مخها أنه هو ده الصح فما هو غير ذلك فيبقى غلط ما هو غير ذلك يبقى تبزير مع أنه نحن نتكلم في حاجة في النوص اللي هو إيه؟ لا ربنا بديني رزق عشان أسعد بين اللي حوالي وسعد بين نفسي ما هو دي الفلوس أنه سعد اللي حوالي وسعد نفسي وعمل حاجة أن ربنا يرضي عني نفسي